السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كليسورة الثقة من المشكلة كيف يمكنك إلصاره مستخدم المشكلة تستخدم مستخدم المشكلة مستخدم السحون مستخدم المشكلة ومن بعد تحيضه وتشلل الرجليك مزيان فقط لا تقشره لا تقشره هذا المسك المفعوله لا يبدو لحظه يبدو لحظه حتى الثلاث ايام والاربعيه حتى الاسبعيه تلاحظ ان الرجليك تبدو تقشر بشوية بشوية كما قلنا وفي الليل اتاني من يكدر هذا المسك في الليل تاهية لا تستطيع التقشر في المدافع لكي تعاون في عمليات التقشير انا اليوم ان شاء الله سوف نجربه معاكم سوف نتادروا عن هذا الفيديو ما سوف نضع لكم ثاني مور سبعيه سوف نرى كيف تقشر كائن وكيف تغيير نتيجة وكيف تغيير في الرجلين في الصيف الناس يريد ان يتعاون في رجلاتهم يريد ان ينبسوا حاجة خفيفة في رجلهم لا يريد أن الرجلين يجب ان يبانوا زوينين وما يبانوا انهم وكلين لحظة هذا المعنى في نفس النوع هذا الخزامة و هذا الورد و المسألين و رائحات مختلفين سوف نبدأ بالتجارية نضع الرجلية في الماء دافي مع زيت ملحة نحن نضيفها لصفة 45 دقيقة و 30 دقيقة و لا تدعواني و لا تدعواني بلا تدعواني و لا تدعواني احضر الرجلية في الماء و لا تستطيع اقترباء ثم سوف نسخهم و نجففهم نضيف واحد من هذه الماصلات سوف نستعمل واحد فيه ونطلقه من بعد ملحة سوف نستعمل الملحة ملحة 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 سوف نستعمل الملحة ملحة السابق مجرد ملحة سوف نستعمل نستعمل لكم بالضبط. يعني بتفاصيل. يعني او فكت حلو الماسك را تلقاه ولا لديك تقشرة الداخل. في البداية را كيكونوا ملاسقين جوج فردات بجوج. وليك را كيتفكو دغيار را غتشوفوه في الفيديو. يعني انهم يتحلو بسهولة. آآ من بعد وانا كتتحليه بمقص وكتلقي لداخل دياله آآ واحد المادة اللي هي المهم المادة اللي هي اللي كتتتفاعل مع رجليك وكتعطي دا كلف فيديو لتقشير من بعد اللي كي يظهر كي ما قلنا بشكل تدريجي. يعني ماشي يقدر نهار لول ما يبالكوه لهم بعد يومين بعد التيام بعد سبع أيام. عاد غير موكشوف رجليك تقشر. هذا حسب يعني احنا مازال ليومارا يكن جربوا أنا وياكم. فأول جريبة ونتأكدوا وش فعلا كين تقشير كين تنظيف كين نظارة كين بايض. حتى بغا تصايف ماسك واحد ويحي يدلت شي كامل. مايما يشوفو بعدها. ام كاتوا جريبة اولية وش فعلا دكشي كين ولا ما كينش. ممكن ما شونا يا كين ينجوش فردات. آآ ما علا غا تقطعي غا تلبسي فرجيلة ديالك. عاديك ملا صفش كين اوبن. انا وردتكم بالنسبة لطريقة راكينا في الغلاف دياله. آآ اوبن فقط باش تزيير بها هذوك التقشرات من تلبسيهم. يعني كتزييرهم شوي مزيانة على رجلك. باش كي يبقوا لاسقين على رجلك. حاولي ترتاحي. لان هذه المادة اللي فيهم ما تخليكش تحركي على خطر كمية. ممكن ش تلبسيهم. وتبقيت تحركي لانا تقضي لك رجلي لانا مادة شوية لازيجة لداخل. كريم لي وكاتتحسوا انا كريم شوية غاني وزوين وتقيل ولازيج. دوق ما ي ممكن لكش تقيت تحركي به. فمن افضل نديرهم. تلقي قلسة مرتاحة مع راساتك. تدس قريبا ديك الخمسة واربعين دقيقة. حاول ما امكن ما يكونش الوليدات. ولكن الوليدات دي غصف ماشي تيوال. وما سماتي تشي حاجة. وخلي اللي بغا تريب تريب. قول لهم انا اياد خمسة واربعين دقيقة ولا هذو الساعة. ونرتاح فيها من بين 24 ساعة. نقفالا. هادي هي النهاية. هاو ما احنا احنا صيبت الماسكات. ارتاح. آآ اليوم نبرتاج معكم فقط الجز الاول. دونك الطريقة والماسك والمعلومات ليه. وان شاء الله في الفيديو قادم. غادي نبرتاج معكم النتيجة. غيباش ما يجيش الفيديو طويل. هذا ما كان في ما يخص تجربة دي اليوم. نطلق ان شاء الله في الفيديو قادم مع النتيجة ان شاء الله. والى اللقاء.